سورة الزخرف وكما ارسلنا للنبيين في الأولين وما يتي من نبيين اللي كانوا يستزئون فأهلكنا شد منهم بطشة ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات ورد ليقولن خلقهم العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهادة وجعل لكم فيها زبول لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستوى على ظهوره ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحانا الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان الكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وصفاكم بالبانين وإذا بشر حدوهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسود ووقظين أو من ينشأ في الحيلية وهو في القصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إنثى يشهدوا خلقهم ستكتب شهدتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من عين إنهم إلا يحرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مطرفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون قل أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم بكافرون فانتقبنا منهم فانظر كيف كان عقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لآبه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعل كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإن به كافرون وقالوا لولا نزيل هذا القرآن على رجلين من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم ما عشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم ما عشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليه يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن وقيد له شيطانا فأوله قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبيس القرين ولن ينفعكم اليوم إذا ظلمتم أنكم في العذب مشتركون أفهمت تسمع الصم أو تهدي العم يوما كان في ظلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أحيى إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآيتنا إلى فرعون وملئيه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآيتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا يقبر من اختها واخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادعو لنا ربك بما عد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لملك مصرى وهذه الأنهار تجري من تحته أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد وجوبين فلولا ألقي علي أساورة من ذهب أوجأ معه الملائكة المقترنين فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفنا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذ قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تنطرن بها فلا تنطرن بها واتبعوني هذا سراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال لقد جئتكم بالحكمة وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطعون إن الله وربي وربكم فاعبدوه هذا سراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أنت يوم بغت وهم لا يشعرون ألا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لغوف عليكم اليوم ولمتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحضرون نطاف عليهم بزحاف من ذهب وأقواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتمها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكية كثيرة منها تاكلون إن المشرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفطر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقطع علينا رب قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإن مبرمون أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فظرهم يخوض ويلعب حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعند وعلم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يوفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفع عنهم وقل سلام فسوف تعلمون صدق الله العظيم